إذن مشاهدين إرشادات النظافة والوقاية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أصبحت مألوفة لدى الجميع تقريباً ولكن ماذا عن الملابس؟ فهل يمكن أن تنتقل العدو عن طريقها؟ وكيف يمكن أن يتم تنظيفها بشكل سليم وآمن؟ الأطباء ومسؤول الصحة يوصون بخلع المعطف والحذاء بمجرد الدخول من باب المنزل بعد العودة من الخارج دون الحاجة إلى تغيير الملابس بالكامل وهو ما يعتبر مبالغة وفقاً لتصريحات طبية حيث أن الملابس بحد ذاتها ليست مصدراً لخطر التعرض لعدوى كورونا إلا إذا كان مرتديها مريضاً بالفعل بكوفيد-19 وعطصة أو سعل عليها مباشرةً أو قام بارتداء هذه الملابس لفترة طويلة أثناء مرضه أما عن كيفية غسل الملابس الملوثة والملاءات والمناشف وغيرها فينصح باتباع التعليمات التالية أولاً ارتداء القفزات عند نقل ملابس الشخص المريض لغسلها ومن ثم التخلص كلياً من تلك القفزات ثانياً عدم نفض الغسيل المتسخ تجنباً لإمكانية انتشار الفيروس في الهواء هذا إضافة إلى نقل الغسيل الملوث من سلة الملابس إلى الغسالة في أكياس يمكن تخلص منها كما أنه من الممكن غسل الملابس التابعة لشخص مريض مع ملابس أخرى بشكل طبيعي ولكن يجب استخدام المياه الدافئة في عملية الغسل إن أمكن هذا يضاف كذلك إلى تجفيف الملابس بعد الغسيل بشكل تام وبالطبع يوصى بغسل اليدين فوراً بعد ملامسة الملابس والتخلص من القفزات هذا إلى جانب الحفاظ على نظافة حاويات الغسيل بعد تفريغها في الغسالة ثم تعقيمها بمنظف الأسطح على كل هذا الموضوع سوف نناقشه مع ضيفنا